أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العاد رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب أن التاريخ يخلد في مختلف محطاته ما يبذله أبناء البحرين المخلصين من عطاء لأجل رفعة ونماء الوطن ونوه سموه بجهود منتسبة قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني وكافة القطاعات العسكرية والأمنية للحفاظ على سيادة الوطن وصون مقدراته وحفظ أمنه وأمان المواطنين كافة بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وقال سموه أن الوطن يقف وقف تحترام وتقدير وعرفان دائما لتضحيات شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم بشجاعة وبسالة في سبيل الدفاع عن حياض الوطن والذود عنه فهم الذين أوفوا بالقسم حق الوفاء وقدموا الغالية والنفيس بتفان خالص بارز بالانتماء وأصبحوا اليوم رمزا للفخر والاعتزاز وتعزيز قيم الولاء والتضحية من أجل الوطن عبر الأجيال جاء ذلك لدى ترأس سموه حافظه الله في قصر أرفاع اليوم اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب حيث أشار إلى أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء شهداء الواجب وأسرهم تقديرا للتضحيات التي قدمها الشهداء في ميادين العزة والكرامة خلال تأدية واجبهم الوطني بكل إقدام وضربوا من خلال مواقفهم النبيلة أروع الأمثلة في حب الوطن والإخلاص له لافتان إلى الدور الحيوي الذي يطلع به الصندوق الملكي منذ تأسيسه عبر رعايته لأسر الشهداء والسعي لتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم التي تضمن توفير الحياة الكريمة لهم منوهن بدور القائمين على الصندوق الملكي لشهداء الواجب وحرصهم على التواصل البناء مع أسر الشهداء للوقوف على احتياجاتهم والحرص على تلبيتها على الوجه الأكمل تحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق وقد جرى خلال الاجتماع سأراض أبرز المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتصلة بمواصلة آلية دعم الصندوق ودعم أسر الشهداء ترجمة نانسي قنقر